بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في مستهل لهذه الحق يصلنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور عبد الله بمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي السلام عليكم علي الشيخ عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مبارك وأن يلهمنا في السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه اللهم آمين ومتواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات ونستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج في الواتساب والرسائل النصية فقط 05-01-78-5536 مع علي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم وأثابكم الله نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال عن هذه الآية المباركة يقول رب العزة والجلال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا مع علي الشيخ ما معنى العمى في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية تسبقها الآية قبلها قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم قيل إمامهم رسولهم ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وجئ بالنبيين والشهداء أن الأنبياء يأتون يوم القيامة ولقول الله تعالى وكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضية بينهم بالحق وقيل الإمام هنا هو الكتاب نعم الإمام هنا هو الكتاب وقيل الإمام هو الزعيم زعيمهم الذي ينتسبون إليه لأن آل فرعون غيرهم من الأشقياء أئمة قال الله تعالى وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ نسأل الله العافية والسلامة قال الله تعالى وَمَنْ شَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَاء فهو يعني في هذه في الدنيا أعمى المراد عمل بصيرة وليس عمل بصر كم إنسان أعمى البصر ولكن تصيرته قوية وتعرف الحق من الباطل وتعرف ما يضره وما ينفعه ولذلك قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فقال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهؤلاء وإن كانوا يبصرون إلا أن بصائرهم مظلمة بصائرهم مظلمة لا تبصر ما ينفعه ونحن نرى الآن أناس أعطاهم الله عقولا وأعطاهم الله أبصارا وأسماعا ولكنهم يسرعون إلى ما يضرهم انظر الآن الذين وقعوا في إدمان المخدرات والذين مثلا يقترفون شبائر الذنوب مثل عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام كلها من عمل أبصار ولذلك قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 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 معنى بصائرهم أعمى جعلها عمية ومن ذلك أيضا مثال الذين يخونون أوطانهم الآن الذين يساعدون مهرب المخدرات والذين يساعدون الآن مهرب الأسلحة والذين يساعدون الآن خونة الوطن صحيح الذين يريدون لهذا الوطن هذا عمية بصائرهم عمية صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهم أبصار ترى يعني بصر ستة في ستة لكن قلبه أعمى هذا مهرب لأنه يفعل ما يضره يفعل ما يضره وما يضر أهله نعم نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ أيضا من الأسئلة التي وردت هذا يقول قدمت من الأردن وأقمت في جدة يومين وأرغب في أداء العمرة هل أحرم من جدة أم أستطيع الإحرام من أقرب ميقات مادم أنه أراد الإقامة في جدة يوم أو يومين أو غير ذلك فإنه يحرم من مكان إقامته في جدة يحرم من مكان لأن يا إخواني الإنسان الذي يأتي إلى مكة للعمرة يلزمه أن يحرم من الميقات لكن الذي يأتي إلى مكة أو جدة واللي شغل يعني لو فرضنا الآن واحد جاي المكة يحضر زواج نعم هل نجبر يأخذ عمره؟ أبدا أبدا لو أنه بعد أن تم الزواج وانتهى وارتح قال الله أبي عمره نقول له أخرج للحل واخذ عمره لأنك أنت جاي برنامجك جاي للزواج الحل ما استدعاي شيء يعني تقريبا ما يروح للميقات أو عرفة أو غيرها جميل نعم خارج الحرم ما دام أنه أتي إلى مكة للزواج لا يلزمه العمر لكن الذي جاء للعمرة جاي خطته يأتي للعمرة وبعدين جدة نقول له لازم تعتبر لأنك أنت جاي الخطة رقم واحد العمره نعم أحسن الله إليكم هذا يقول برك الله فيكم أحيانا تأتيني أحلام مزعجة فيها موت الوالدة ونحو ذلك فما العمل في هذه الحالة الشيطان من أعظم مهامه تحزين المؤمنين فهو يسعى إلى إحزانهم في اليقظة نعم وفي النوم والله تعالى يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء إذا عرفنا هذا فإن الشيطان أيضا يحزن الناس في النوم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية ثلاثة بشرى من الله وتحزين من الشيطان وأضغاث أحلام نعم فإذا رأى الإنسان ما يكره عليه أن يعمل ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا ينقلب على جنبه الآخر يغير جنبه ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان لأن الرؤية هذه من الشيطان نعم يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات مع كل تعويذة تفلة كفاوذ بالله كفاوذ بالله من الشيطان ثالثا يتعوذ بالله من شر هذا الحلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم رابعا يسكت ما يقبر بها أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره وإن كانت أيضا مزعجة أشد يقوم يتوضأ ويصل لركعتين ويستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان هذا يا أحبابي بارك الله فيكم في الرؤية المزعجة التي الشيطان بها يقلق المؤمن صحيح ومع هذا ينبغي للمؤمن أن يعرف أنها من الشيطان لكي لا يهتم فيها لا يجلس دائما لا خلاص لا تحدث بها أحسن الشيطان يريدك أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوم من الأيام فجاءه أحد الصحابة وقال لها أنا رأيت أن قطع رأسي ويتدهرج وأنا ألحج يمسكه ويهرب رأسي فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الإنسان يعمد أحدكم لا تلاعب الشيطان به في النوم ويجي يحدث به لا أتحدث به أبدا أسكت أسكت لا تعيد الشيطان أي اهتمام نعم أحسن الله إليكم يا شيخ من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج السائل يقول قدمت من يقول هل يجوز صرف الزكاة إلى أختي المتزوجة حيث إن زوجها بخيل ولا ينفق عليها ما يكفيها لقضاء حوائجها وحوائج أولادها إذا أنت أدركت بأن يعني الناس في اتهام بعضهم بعضهم صدق نعم امرأة تقول مثلا زوجي بخيل وإذا فكرت وجدت والله أنه مغطينا الحاجة لكن تطمع بأشياء أكثر وأكثر نعم وفيه امرأة تقول زوجي بخيل فعلا زوجها بخيل فعلا زوجها بخيل ونعوذ بالله من البخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من البخل المهم أن هذا الرجل إذا علم أن زوج أخته لا يعطيها ما يكفيها وأولادها فإنه يجوز أن يدفع لهم من زكاته ما يكفيهم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل بارك الله فيكم عندما أقضي حاجتي أحس أن هناك رذاذ من البول يتطاير على قدمي وساقي وأدلك دلكن شديدا حتى يحمر الجلد فهل مثل هذا الدلك واجب؟ هذه وسوسة يا إخواني وسوسة يا إخواني الأول شيء نحن الآن يعني نقضي حوائجنا في حمامات ما يتطاير منها شيء إذا سلش الإنسان الطرق الآن المعروفة ما يتطاير شيء ثم لو طار شيء فهو خفيف جدا لكن الموسوس يا إخواني يفعل الغرائب يعني بعض الموسوسين الآن إذا أراد أن يقضي حاجته يعني هذا عاد الموسوس والنساء الله العافية مرة يتفصق مرة يخلع ثيابه لأنه يظن أن هذا يطير مثل النامس يطير فيتفصق ويتعب هذا كله يا إخواني تنطع وكله وسوسة كله وسوسة أقضي حاجتك مثل ما يقضي الناس وقوم إذا أنت شاءت صب مويا قفيفة صب اطم من نفسك أما تجلس تجلس حتى يحمر الجلد هذا يا أحبابي واسوسة هذه بعض الناس الآن إذا خرجوا المس باب الحمام قال أنا نجستك أنا سويت هذه كلها من الوساوس التي هي بضاعة إبليس نعم أحسن الله إليك ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله أحسن الله إليك يا مفانح لا والله إلا كسرة اللازمها بيننا ما عندهم مرة تطبخ له لفض هاي هالقبلة يا بعض عيني خدت الرجال من زوجته أنا جنية مسلمة والله العظيم إني سمعتها إلى مني طلبتك طلب قلتم حمام يا مفانح يا مفانح يا مفانح لا تترجمون عندك ألوم الأولين الموسم الرابع يوميا الرابع مساء رمضان على السعودية يا مفانح ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق معالي الشيخ بارك الله فيكم هذا السؤال الذي وردنا على جوال البرنامج يسعى عن هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هل المقصود بالأذان هو أذان الفجر في رمضان وما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث مقبول ومعمول به وهو يفيد أن الإنسان إذا سمع الأذان وعنده شيء مثل بعض الآن الناس عنده علاج يشربها أو يأكلها أو شيء من هذا فإنه يجوز له أن يمارس ذلك أثناء الأذان إذا كان يعلم أن الأذان مثلاً يأذن على التقويم لكن لو علم أن الأذان يؤذن متأخر لا لا يجوز لما الذين يؤذنون على الأذان العادي فمدة الأذان كلها تقريباً دقيقتين دقيقة وشوي يجوز التناول فيها لأن هذا مما يكون من فترة الاحتياط والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا الحديث سماح نعم أحسن الله عليكم يا شيخ أيضاً من الأسئلة التي وردت أيها أفضل للمسلم في رمضان حال إقامته في مكة قراءة القرآن الكريم أم الطواف أم التنفل أم الذكر لو الإنسان الآن بيحط صفره ينادي ضيوف يحط على نوع واحد يختلف بشكله يشكله يا إخواني يحط كل شيء لكن بس إذا كان الشسمة الطواف مثلاً ممنوع الآن في مثلاً الصحن فلا تتحيل عليه طف الدور اللي مسموح به لا تتحيل بعض الناس يتحيل الآن ويلبس حرامه يروحهم محرمة وامرأة تروح أيضاً وتزاحم الناس وهمهم محرمة ولهذا يا إخواني احترام الأنظمة الأنظمة هذه وضعت للمصلحة فالمؤكد علينا احترامها نعم أحسن الله إليكم أيضاً من الأسئلة بارك الله فيكم امرأة عليها قضاء خمسة أيام من رمضان الماضي وأتى عليها هذا الشهر الفضيل ولم تدرك صيام خمسة أيام التي عليها فما العمل بالنسبة لها وماذا يجب عليها عليها أن تقضيها بعد رمضان يعني تقضيها بعد رمضان إن كان تأخرها تهاون وكسل فإنها حينئذ يعني تفدي مع التأخر تطعم مع كل يوم مسجين إذا كان خمسة أيام تطلع مثلاً إطعام خمسة مساكين في جمعية البر أو سبعة كيلو ونصة وثمانية كيلو تدفعها من الأرزلي فقراء هذه الفدية تلزمها إذا كان تأخيرها تهاون وكسل أما إذا كان مرضها مستديم ومسجينة مرضها دائم ما وجدت ما علىها تاقي ما علىها فدية نعم أثابكم الله بعض الأشخاص عند انتهاء الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة أخرى يشفع بها هذه الركعة التي صلىها مع الإمام حيث سيجعل وطره في آخر الليل ما هو الصحيح في ذلك؟ كل ذلك صحيح يعني هو بين الخيار إما أن يوتر مع الإمام ويسلم معه ويدرج قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصر في كتب له قيام ليلة أو يقوم مع الإمام فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة وهذا أيضا يصدق عليه الحديث السابق من قام مع الإمام حتى ينصر أو أن هذا الإنسان يعني يترك الوتر ليوتر آخر ليلة بقيت ركعة يترك هذه الركعة ليوصل لها آخر الليل ويريد أن يكون آخر صلاته بالليل ويتره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جوال البرنامج السائلة تقول والدتي زوري علىها كلية وترغب الحج ولكننا نمنعها عن ذلك هل فعلنا هذا صحيح وما التوجيه في هذه الحالة التوجيه للطبيب إذا قال الدكتور الذي يشرف على علاجها حجي تحج وإذا قال الدكتور الذي يشرف على علاجها إن الحج أو الصيام سيضرها فعليها طاعته لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإذا كان الصوم أو الحج سيضر فإنه لا يجوز نعم أثابكم الله أحرص على إخراج زكاة مالي في شهر رمضان ابتغاء مضاعفة العمل فهل فعلي صحيح والله يا أخي حاجات الناس طول السنة والزكاة الحول طول السنة ورمضان شهر الخير لكنه أيضا شهر الزكاة ما ورد عن عثمان هذا شهر زكاتكم فالإنسان إذا توخى النفع نفع الفقراء لو قلنا عندنا الآن مثلا بداية الدراسة إعطاء الفقراء يشترون لعيالهم كتر 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 أو من إعطاءه في رمضان لأن الرمضان ما في حاجات ومجاضي رمضان تغطى والحمد لله من المحسنين والخير في رمضان أكثر فماذا نقدم نقدم الأحوج الأحوج وما هو الأحوج فيه الأحوج لو فرضنا أنه مثلا وقت الدراسة وقت الشتاء وقت الإجازة الصيفية العروس وقت المهم الإنسان يشوف ترى كل محيط يبدو فيه الحاجة أكثر يعني أنا خلال السنة قد أرى أحد جراني سيارته متعطلة ولا أصلحة وقاعدها في الجسمة عند بابه خربانك لو أصلح سيارته من الزكاة هذا أنفع أنا عندما أشوف مثلا واحد من معارفي تقول له شيخ أن أصلح أهلك من الزكاة أو السلح لا بس سلح عندما ترى شخص مثلا يحتاج إلى عملية عين موية بيضة أو غيرها أو عملية ويحتاج إلى 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 مال وتعطيه لهذا العلاج الطبي هذا جيد في أي وقت ربما يكون أفضل من رمضان لأن مراعاة حاجة الفقراء نعم أو لا نعم أحسن الله إليكم أيضا من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج ما الحكم في من يأكل ويشرب أثناء الأذان لصلاة الفجر قلنا بأن إذا كان الأذان على التقويم والإنسان محتاج يأكل حبوب يسوي توقاين بي يأكل يعني لقمتين في أثناء هذا لا بأس لا بأس إن شاء الله أما أما الذين يتعمدون الجسم إنه ما يأكل لوقت الأذان هذا يعرضون أنفسهم ومكروه لهم مكروه عملهم هذا نعم جاءت والدتي من مصر وكانت قبل السفر مرهقة ومريضة وهي ترغب في أداء العمرة ولم تحرم وصلت عندي في جدة وارتاحت عدة أيام والآن ترغب في أداء العمرة هل يجوز لها الإحرام من جدة أو تذهب إلى ميقات أهل مصر يجوز لها أن تحرم من جدة لأنها جاءت إلى بيت ابنتها وتريد أن تجلس عندها مدة حتى ترتاح فإذا ارتاحت تريد أن تذهب لتأخذ الجسم العمرة فحينئذ تحرم من جدة حتى ولو أن بنتها مثلا لو قلنا بنتها في بحرة مثلا عرفت أو في نعمان اللي قريب من مكة من ناحية الطائف وجيت وتجلس عند بنتها جاية خطتها أن تجلس عند بنتها وبعدها وإذا ارتاحت تعتم شافت الوقت المناسب لزوج بنتها اللي هم ارتاعم فيه من الدوام وكذا يروحون يأخذون العمرة فتأتي وتذهب وتجلس عند بنتها فإذا حان الوقت المناسب الذي تريد تحرم من المكان الذي من البيت من مكان الذي هو في بيت بنتها سواء كان في جدة ولا في حدة ولا في بحرة ولا في نعمان ولا في نعم أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله هذا يسأل يقول رجل مريض مرضا لا يرجى شفاءه إلا أن الله تعالى من عليه بالشفاء علما أنه أفطر عدة أيام من مرضه وقد أطعم عن كل يوم مسكين فهل يلزمه صيام تلك الأيام ما دام أن الله تعالى من عليه بالشفاء فيصوم يقضي لأن الله يقضي لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر معنى هذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فأفطر فعليه عدة من أيام من أخر لكن لو كان مريضا أو على سفر وصام ما يلزم عدة من أيام ما يلزم عدة من أيام من أخر إلا الذي أفطر نعم أحسن الله إليكم رجل توفي في شهر رمضان نعم ولم يكمل صيامه فهل يصام عنه أم ماذا يلزمه توفي معد عليه الناس الآن بعضهم إذا توفي والده في شهر رمضان يطلع أجنسمه يطلع فدية عن الأيام بعد وفاته وأغرب من هذا يعني بعض الناس الآن ما دي من أين أخذ وهذا منه يطلع عن والده اللي مات السنة أو العام وعن أمه يطلع عنهم زكاة الفطر يقول أبا زك يعني يا ابن الحلال أبوك مات الله يرحمه خلاص ما دي عليه زكاة الفطر قال لا لا أنا ما دي النساء هذا ما له أصل أبدا يا إخواني زكاة الفطر ما تجب إلا أن يكون الإنسان حيا عند إعلان أن غدا العيد هذا تجب عليه أما إنسان مات في رمضان أو حتى قبل رمضان مثل هذا ما عليه زكاة أبدا نعم أحسن الله إليكم يا شيخ بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله وخير الجزاء وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى في رمضان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقد جاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي تقبل الله مننا ومنكم والصيام والقيام وصالح العمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذه الأيام وما تبقى من شهر رمضان نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة